اشتركوا في القناة مشاهديننا وكل من يتابعنا عن هذا الموضوع. موضوع العملات الرقمية. الكل يسأل ما هي العملات الرقمية أو العملات المشفرة وماذا تطورت مما كانت عليه قبل أكثر من عشر سنوات حتى في هذه اللحظة ودخلت في عالم يقول المال والأعمال بقوة صحيح البيتكوين البيتكوين أو على ما هو يقول الآن الموجود ما هو جنون البيتكوين البيتكوين هي دخلت في عالم المال نسمة تفضلت والاستثمار وصارت هي الترند العالي الموجود الآن وكل العيون الآن عليها. ظهرت البيتكوين قبل عشر سنوات تقريبا. ظهرت في من خلال خبير ياباني. يدعى أنه ياباني لكن المجهول الهوية المجهول الهوية جدا إلى حد الآن لا أعلم منه. تطورات الأوضاع التي حصلت لها خلال الفترة السابقة والتطورات بدأت في تقريبا سنتات في 2009 إلى غاية ما وصلت إلى شهر السبع إلى تقريبا 2017 بدأت الحركة عليها في ازدياد وبدأت تطلع وتخطف الأضواء من جميع العالم سبب انتشارها وسبب القفزة التي كانت فيها هذه البيتكوين هي الفضل لفايروس الفدية أول ما طلع 2017 شهر واثنين طلع فيروس الفدية فطلع بالشركات وكان يأخذهاك ويعطيهم مسج ادفع 500 دولار بالبيتكوين نعم فمن بعدها بدأت تطور بدأت قفزات نقول حين قفزات الجنونية البيتكوين بدأت تظهر للناس بدأت تظهر للعلن وبدأ الكل يعرفها سهلت التعامل ممسوحة المصدر لا يمكن معرفة مصدرها لا يمكن تتبعها هي عملة مشفرة تشفير جدا جدا يعني صعب ومعقد يعني يكاد أن لا أحد يقدر يوصل أن يعرف كيف هذا التشفير تم يعني لو عارفين الشخص اللي موجود مظهور للعلن ممكن استلم جائزة نوبل في التشفير لأن يعني يعني فيها فيها استاذ خالد بعض القموض أيضا يشوبها بعض القموض في بعض المعلومات طيب يعني إذا تسألنا والبعض حقيقة يتخوف من هذه العملة الرقمية كخبير اقتصادي هل العملة البيتكوين هل هي عملة آمنة أم أنها قنبلة حظ أول ما نقول أن كانت قنبلة وكانت فقاعة وكانت في وقت من الأوقات كانت فقاعة وكانت قنبلة وكانت في هذا نقدر نقول نسميها لكن الآن أصبحت البيتكوين يعني تقارن في عملة الأمان عندنا عملات الأمان والشيء الآمن في الأسواق المال الآن بدأ الاتجاه لها فكلما نشوف أنه في أزمة أو في شيء أو في بادي أزمة اقتصادية نلقى دائما تحرك البيتكوين تحرك بشكل جنوني عفوا سيد خالد شون هي عملة أمان يعني ومصدرها مجهول وغامض يعني دائما في قطاع الأعمال قطاع الآمن هو قطاع البنوك دائما صحيح ودايما نقول المعدن الآمن أو العملة الآمنة هي الذهب صحيح البيتكوين مجهولة هي غامضة هي وراها أكثر معلومة استفهام إلى الآن الناس ما هي واثقة في هذه العملة لكن في المقابل الناس قد تربح صحيح والناس قد تربح أرقام يعني فلكية كبيرة هي أخي مهي مربح هي مهي المربح اللي قاعد يضارف فيها البيتكوين خضعت إلى مبدأ اقتصادي نحن نسميه مبدأ الندرة المصدر من البيتكوين من أول ما انشأت كان المقرر لها مجرد يصدر منها عشرين مليون بيتكوين وتوقف يبدأ بعدها طبعا هي راح تطلع في الماينينج اللي هو التعدين فاللي وصل البيتكوين الآن إلى ثمانتعش ألف ثمانتعش ألف مليون تقريبا باقي لها مليونين وراح توقف خضعت إلى مبدأ الندرة الطلب أكثر من العرض فدائما أي شيء يخضع إلى مبدأ الندرة يدخل في مرحلة الارتفاع الجنوني فلما أنت تقول أنا ببيتكوين وهذا ببيتكوين وهذا ببيتكوين لكن الكل مشهور عنده شنو البيتكوين لكن في عندنا في عملات مشفرة دار العملات المشفرة في أكثر من ألفين وخمسمائة عملة مشفرة لكن الأكثر ببلك والأكثر شهرة والأكثر تشفير والأكثر أمان اللي هي عملة البيتكوين هي العملة الأم هي الميلاد هي اللي تفرع من عندها كامل هذه العملات طيب أستاذ يعني وإننا نتساءل عن مأمونية هذه العملة كيف نتعامل معها إحنا اليوم لو حابين أن نتعامل مع هذه العملة الرقمية في عنصر خوف يعني هذه العملة ترتفع بارتفاع الصاروخي كما توصف وأيضا تنخفض بسرعة جنونية لا أحد يتوقع إلى أين ستتجه هذه العملة مثل ما تفضلت هي عامل هامش المضاربة وهامش التحرك وهامش الارتفاع والهبوط هو اللي قاعد يتحكم فيها الآن في هذا الوقت فلو نطالعها في المدى القريب اللي نتكلم على شهر تقريبا من شهر بداية الجنون إلى غاية ما وصلت أربعين ألف فلما نلاحظ نشوف الحركة الدائرة علىها نشوف العوامل اللي ستسببت في ارتفاعها لهذا الشيء نجدها أن عدة عوامل اقتصادية من ضمنها الآن حنا ندخل في موضوع ندرة الذهب الآن دخلنا في موضوع ندرة الذهب الذهب الآن نشوفه مرتفع قاعد يرتفع 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 ولا حد الآن مرشح ارتفاع زيادة فجميع عملات الأمان في ارتفاع زيادة طيب المستثمرين وين يريدونهم يريدون يستثمر أمواله يريدون شيء يلجأ فيه كل ملاذ آمن للاستثمار للمدخرات بغض النظر عن هذا كله أفضل عمليات تداولة الآن وأفضل عمليات للمبادلة ما بين الأشخاص اللي هي العملات الرقمية فخلال مجرد أني فرضا أبي أحول مبالغ أو أبي أشياء وانت موجودة عندي هنا مجرد أني ضغطة زر توصل لك المبالغ اللي تبينها وانت موجودة هنا تستطيعين تستطيعين بها السهولة بل أسهل من فجدي ما فيه يعني عمليات غير خاضعة للتشفير والقلق والأمان اللي الكيل قاعد تسال عنه وتحضرت اشتفضلت فيه هذا قلق مش مجرد من الأشخاص هذا قلق عالمي قلق من حكومات بنوك مركزية صحيح قلق من جميع أنواع السلطات اللي أنت تقدرين تقولين عنها يعني أي سلطة تفكرين فيها تلقينها موجودة البيتكين كانت موضوع الجي تونتي موضوع نقاش في الجي تونتي بسبب كيف أن يمكن أن يسيطرون عليها لكن هي في دورة تقادم العملات ودورة العملات القادمة ودورات اللي قاعد تمشي فيها العملات الآن المستقبل القادم رح تنتهي جميع هذه العملات وهي الاتجاه المستقبل رح يكون إلى الرقمي لكن بعض الحكومات أيضا وقفت ضد انتشار مثل هذه العملات الرقمية مثلا عندك الصين أصدرت قرار يعني يحرم ويجرم التعامل فيها لأنها تهدد أيضا المركز المالي وتهدد وضع البنوك تهدد كثير من الأمور إضافة إلى ذلك ضيف زميلتي الزين أيضا يعني الكويت من الدول اللي ما تعترف في هذه العملة الكويت منعتها الكويت منعتها نهائي هي مسموحة إذا بنحدد في دول الخليج أبرز في البحرين والإمارات فقط صحيح صحيح ممكن أن يتداولها لكن لا تنسى أن هناك عملة رقمية تم اعتمادها ما بين التبادلات ما بين الإمارات والسعودية عملة رقمية من خلال بلوكتشين طيب في ظل منع بعض الحكومات لانتشارها كيف تتوقع لهذه العملة أن تزدهر أو أن تنتشر أو حتى يعني قبل غليل توقعت بأن هذه العملة ستمحي حتى الأملات العادية فكيف هذا مقابل؟ هي مرح تمحي الأملات العادية هي مؤقت فترة مرحلة انتقالية ننتقل من العالم الحقيقي نعم إلى عالم الديجتال إلى عالم الرقمي فالآن نسمع صوت عالي من الفيدرالي الأمريكي باول أنه في صدد التفكير في طرح الدولار الرقمي تطرقت الصين أنها قاعدة تفكر أنها تدفع أنها تتحط اليوان الرقمي فالاتجاه القادم كله بس مجرد ما يطلع تتحول هذه التحول من العملات الورقية إلى العملات الرقمية سينتهي عندنا موضوع البيتكوين نفس ما كنا فيه موضوع التقادم للعملات طيب سؤال أخير الهدف من وجود هذه العملة المشفرة حاليا موجود هناك العديد من بطاقات بنكية وأيضا الدفع عن طريق أولاين فمن الهدف من هذه العملة بالأساس؟ الهدف من هذه العملة أنت جبتها على الصميم على ما يقولون العملة هذه الميزة التي أكثر القبال عليها هي لأنها تستخدم أكثر شيء في البلاك ماركت تستخدم في الدفع السريع أي شيء في الماركت سوق السوداء يستخدم عن طريقها لأنه لما واحد يدفع حق الثاني لا أحد يدري أنت منه الشخص هذا العملية التي تمت مجرد رقم مسلسل يتبادل ما بين شخص إلى شخص يحول ما بينه مبالغ مهولة عملة لا مركزية لها لا مركزية ولا قاعدة ولا شيء إن شاء الله أنه وضحت الفكرة لكل تساؤلات حول عملات الرقمية في استضافة لك عفوا نستاذ خالد الظاهر عفوا إن شاء الله نلتقيك مرة أخرى ونتكلم بصورة أكبر عن هذا الموضوع لأنه موضوع جدا مهم يطلب نقاش أكثر وحيز أيضا من الوقت أكثر شكرا لك حياكم الله شكرا لك سيد خالد ومشاهدينا مستمرين معكم في تقليب العالم هذا الصباح ولكن بعد الفاصل